بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياب مازلنا مع سلسلة المراجعات معنا النهاردة الجزء الثاني في المراجعة على الأبواب الأربعة الأولى من الباب الأول إلى الباب الرابع نشوف مع بعضنا كده بقية الأسئلة اللي معانا النهاردة أول سؤال معايا السينيال رفجراتو بيو برونو تشاري ونبصادجو أليفيلو كونسيما بارييرا الإشارة الممثلة يمكن أن نلقاها عند معابر السكك الحديدية بأنصاف حواجز الإجابة طبعا هتبقى إيه فالسو الإشارة ديك ما هيش لها علاقة بمعابر اجتياز السكك الحديدية سواء كانت بحواجز كون بارييرا أو سواء كانت سينسا بارييرا بأنصاف بدون حاجز كون بارييرا بحاجز أو سينسا بارييرا بدون حاجز أو سيمة بارييرا بأنصاف حواجز الإعلاقة ديك والسمافرو نيرمالي ما لوش أي علاقة خالص بالبصادجو البصادجو 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 له علامات وإشارات مختلفة تماما عن الإشارة ديك يبقى الإجابة فلسو ندخل على السؤال اللي بعد كده النوع من الأسئلة ديك مهم جدا 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 عند تواجد الإشارة الممثلة والإشارات ذات سلاسة أضواء نتوفر على الأسبقية إذا كان ضوء الإشارة أحمر وأمرنا الشرطي بالمرور الإجابة طبعا هتبقى إيه هتبقى فيرو الإجابة هتبقى فيرو الإشارة دي يا جماعة سينيال دي بريتشدينسا هنا أبيامه أبيامه لبريتشدينسا يعني إحنا بنتوفر على حق الأسبقية هنا الإشارة دي موجودة عند تدييق في الطريق طبعا هنا هيكون ليا البريتشدينسا في أربع حالات الحالة الأولانية سيسسا مفروق لوتشا فيرد لو كانت الإشارة الضوئية خضرة فأنا طبعا بيبقى ليا الأولوية بالنسبة للاتجاه الآخر اللي هو فيه الدائرة والسامين الأبيض والأحمر طيب الحالة التانية اللي أنا أتوفر فيها على الأسبقية نمرأ اتنين في حالة وجود إشارة ضوئية قلت لوتشا فيرد وفي حالة عدم وجود شرطي الأسبقية إذا كان ضوء الإشارة رقم واحد إشارة فيرد اللي هي الأسبقية أبيامه لاب بريتشدينسا الحالة التانية إذا كانت الصمافرو لوتشا روسا الدوء الأحمر شغال برضو وأمران الشرطية بالمرور بيبقى لنا الأولوية لوتشا فيرد أبيامه لاب بريتشدينسا لوتشا روسا مالة جنتا دي ترافكو أوردنا دي بصاري أبيامه لاب بريتشدينسا أيضا الحالة التانية إذا كانت إشارة ضوئية صفرة بدوء أصفر وامد لوتشا جلة لمبجانتي الحالة الرابعة إذا كان الصمافرو إسبنتو أو الإشارة مقفولة برضو أبيامه لاب بريتشدينسا بما أن الإشارة هي بيكون في حالة وجود الإشارة الضوئية الذي زادت ثلاثة أضواء بنتوفر على حق الأسبقية يعني أبيامه لاب بريتشدينسا في أربع حالات الحالة الأولية إذا كانت الإشارة فيردة الحالة التانية إذا كانت الإشارة روسا مالة جنتا تترافقه العسكري أمرنا بالمرور الحالة الثالثة إذا كانت الإشارة الضوئية ضوء أصفر وامد الحالة الرابعة إذا كانت السامافرو سبينتو أو مطفي يبقى ديك كلها حالات أربعة بتوفر فيها على الأسباقية بالنسبة للعربيات اللي جاية من الاتجاه الآخر اللي في اتجاه الإشارة دي المربع الأزرق ده بيكون له الأولوية ندخل على سؤال آخر السينيال رفجراتو السينيال رفجراتو برونوتشا كالترافكوسيز فولغانو سودو كاراتجاتا سيباراتا تعلم الإشارة الممثلة أن حركة المرور تتم على طريقين منفصلين طبعا الإجابة هنا طبعا فلسة مالهاش ده بعلاقة بحركة المرور في اتجاهين منفصلين ومالق الإشارة ده إيه تعلم الإشارة عن النقطة البونت اللي هيتحول فيه الطريق من الاتجاه الواحد إلى الاتجاهين يعني كان الطريق سينسا أونوكو مع هذه الإشارة سيصبح الطريق دوبيو سينسا يعني بقول له خد بالك فارمولتا أتنسيوني لأن الطريق بعد ما كان باتجاه واحد هيصبح باتجاهين يبقى رقم 23 هتبقى فالسو السؤال بعد كده هنا بيقول له في الإشارة ديه تمنع الإشارة الممثلة مرور الشاحنات التي تفوق وزنها بحمولة كاملة ستة ونص طن حسب بطاقة السير اللي هي كارتا شيركولسيوني أو اللي بروتو بتاع العربية طبعا الإجابة هنا فيرو عندها هي مكتوبة سي فيرجولات شينكو تورنلاتي تمنع فقط الإشارة الشاحنات اللي بتحمل بضائع تراسبورت كوزا والبيزو بتاعها الوزن بتاعها فوق الستة ونص طن سي فيرجولات شينكو تورنلاتي في حين تسمح بمرور عربيات السكن والحافلات والشاحنات اللي هي أقل من الوزن اللي هو ستة ونص طن يبقى فيرو سؤال بعد كده بيرقونة مجوري سكوريتسا كوندو نيل شينتور أبيتاتو أو شينتور أرباني سيفيات جاري إن فيلا كونلالترو فيكنو إي أبرتوني تينيري سيمبر أتشيزو للوتشا إن مرجنسا هنا بيقول في السؤال ده لمزيد من الأمان في المناطق السكنية عند السير بجوار عربة أخرى ينصح دائما بإضاءة لوتشا دي مرجنسا أو أضواء الخطر طبعا الإجابة فالصة السؤال كله مالوش أي ترابط مع بعضه يبقى الإجابة تبقى فالصة السؤال البعض كده السينيال رفجراتو إن دي كاكيلة لينيا في الروفراريو عنه آه سولو ون برييرا هنا برضو عند مفتاح من المفتاح السحرية 99% فالصة و 1% فقط هي ليفيرو هنا سولو يعني إيه يا جماعة كلمة سولو سولو ديت يعني فقط طبعا كلمة سولو على الطول بقول على السؤال ده فالصة تعلم الإشارة الممثلة أن للمحطة سكة وحدة فقط هنا طبعا مش معنى ذلك إن هنا في واحدة يبقى في سكة واحدة في اتنين يبقى سكتين اتنين الكلام ده فالصو وما الإيه الإشارة دي بتقول إيه إن دي كاكيلة لينيا في الروفراريو بيوديو أم بنييرا الخط أو الأضيب في عندي أكتر من سكة حديد مش محطة يبقى هنا في عندي القطبان بتاعة السكة الحديدية في أكثر من قضيب ما هواش قضيب واحد يعني لما يكون واحدة بس يبقى في عندي قضيب واحد سكة حديد إنما بيكون اتنين معناتها إن إن دي كاكيلة لينيا في الروفراريو بيوديوون بنييرا يعني يتكون من أكثر من سكة حديد على الأقل سكة حديد يعني القطبان اللي بتمشي عليها القطب وليست المحطة إذن نفسها مش محطة اتنين السكة الحديد لا أيا في قضبين أو أكتر من قضبين للسكة الحديد يبقى فالصو 27 السينيال الفجراتو برونوتشا هنا الإشارة بتقولي تعلم عن جزء طريق معرض لرياح جانبية قوية طبعا ده مش إشارة فورتو فينتو لاتوراري اللي هي رياح جانبية ومال دي إشارة إيه؟ إشارة استرادا استرودشا تشوفلي استرادا استرودشا تشوفلي اللي هي طريق زلك يبقى إيه الإجابة؟ هتيبقى إيه؟ هتيبقى فالصو ندخل على سؤال آخر طبعا بالنسبة للأسئلة لو ما فيش ترابط بين الكلام اللي موجود تحت الصورة والإشارة على طول بتقول فالصو سؤال رقم 28 السنياء للفجراتوس ريفرسكو سولو متو تشيكلي دي تشيلندراتا سوبريورا إيه تشينتو فينتشينكو شانتيمتر مربع أو كوبي هنا بيقول هنا في السؤال ده تشير الإشارة الممثلة فقط إلى الدراجات نارية بسعة أكبر من 125 سي سي أو سنتيمتر كوبي طبعا الإجابة تبقى هنا فالصو متو تشيكلي دي كوالي سي سي شلندراتا هنا الإشارة دي بتمنع مرور المتو تشيكلي أي إن كان سعة المحرج بتاعته سواء 125 150 أي إن كان سعة المحرج مش محددة بسعة محرج معينة تبقى الإجابة تبقى فالصو سؤال بعد كده رقم 29 السنيال رفجراتو فيتا تشيسو للأيربورت فيتا تشيسو للأيربورت هنا الإشارة بتقول لي تمنع الإشارة الممثلة للوصول إلى المطار الإشارة بتمنع الوصول إلى الأيربورت وطبعا الإجابة هتبقى فالصو إيه الإشارة اللي معايا دي بس جوتو أو فيتشنانسا أيربورت أو فيتشنانسا أيريا بلين هنا طبعا الإشارة دي إشارة بيريكلو بتقول لي إحنا طريق بتحلق فيه الطيارات على مسافات أو ارتفاعات منخفرة هتبقى الإجابة هتبقى فالصو سؤال بعد كده إن فيتشنانسا دي قون أدفرسامينتو بدونالي الكندشينت دي في كونسدراري كي البسولانسيانو سلوطامينت سلوطامينت أدفرساندو لين تامينتو كون دي في كولتاطا هنا بيقول لي في السؤال ده الإشارة بالقرب من معابر الراجلين أدفرسامينتو بدونالي لما يكون قريبين من معبر الراجلين يجب على الكندشينت السائق إن هو يعتبر أو يعتقد أن كبار السن بيعبرون الطريق ببطء وصعوبة طبعا الإجابة هتبقى فيرو السواء أو الكندشينت يجب عند معابر الراجلين ياخد باله إن الناس المسنين البرسونة إنسيانو أو البرسونة إنفالدو أو البنبيني دولت كلهم بيبقوا بيعادهم الطريق ببطء وصعوبة كبار السن إنسياني البنبيني دولنا إتشينت البرسونة إنفالدو دي كلهم أشخاص يجب علينا توخي الحذر والانتباه لهم عند عبرهم معابر الراجلين يبقى هقول على السؤال ده يجب علي أنني أعتقد أنهم هيمرهم ببطء وصعوبة يبقى فيرو سؤال رقم 31 السينيال الفجراتو فيتا ترانزيتو التراتر تراتر 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 هنا بيقول الإشارة اللي معايا بتقول رقم 31 تمنع الإشارة الممثلة مرور عربيات الجر الزراعي العربيات أو الآليات الزراعية طبعا الإجابة هتبقى فيرو هنا أي مركبة زراعية ممنوعة من المرور تمنع الآليات الزراعية بحين تسمح بالماكينات اللي بتعمل على الطريق زي الماكيناس جومبرا نيفا كسحات التلج والعربات اللي شغالة الفيكولو كيف لفراندو سولاسترادا عربات الصيانة على الطريق هي بتسمح فيه لكن بتمنع فقط للعربيات الزراعية أو الجرارات أو الآليات الزراعية يبقى هقول فيرو سؤال رقم 32 سولاسترادا هنا السؤال ده بيقول الحد الأقصى للسرعة المسموح به على الطرق الرئيسية خارج المدينة هو 130 كيلو متر في الساعة طبعا الإجابة تبقى فالصة لأن الحد الأقصى للإسترادا إكستورباني برينشي بالي تشينتو ديتشي 110 كيلو متر الحد الأقصى للسرعة يبقى الإجابة تبقى فالصة ندخل على سؤال بعد كده سؤال رقم 33 السينيال الفجرات برونوتشا دي فرمارسي تريتشينتو 20 متري دوبو السينيال داري لابريتش دينسا تعلم الإشارة الممثلة عن ضرورة الوقوف على مسافة كام سطوب 320 متر هيا سطوب بعد الإشارة بتاع داري لابريتش دينسا إهطاء الأسبقية طبعا الإجابة تبقى 0 الإشارة الوحيدة من غير البانيل الانتجراتيفي معناتها إن هو بيقولك داري لابريتش دينسا إنما ما يكون بعدها في كلمة أو فوق كلمة سطوب 320 متر يعني بعد 320 متر هيجي لك سينيال داري لابريتش دينسا يبقى إيه الإجابة تبقى 0 بعد 320 متر يجب الوقوف وإعطاء الأسبقية سؤال بعد كده تسمح الإشارة الممثلة بمرور الدراجات الهوائية طبعا الإجابة هنا ما فيش منع للدراجات الهوائية اللي هي الدراجات النارية المنع هنا الأوتوبوس أي أوتوبوس سكولابوس مينوبوس ديت كلها العربيات هي الممنوعة فقط تمنع الحافلات بجميع أنواعها يبقى هنا المنع خاص بالأوتوبوس أو كل أنواع الأوتوبوس إنما الموتوتشيكلي الدراجة النارية ملهاش علاقة بالمنايب رقم 34 هقول عليها فيرو تسمح الإشارة بمرور الموتوتشيكلي أقوله فيرو السينيال الفجرات برونوتش الانكروتش كونقون سينسا دريتو سينسا دريتو دي برشدينسا الإشارة اللي معايا بتعلم عن التقاطع مع طريق لا يتوفر سينسا دريتو دي برشدينسا لا يتوفر على حق الأسباقية طبعا هنا الإجابة هتبقى فيرو الطريق ده يا جماعة الإشارة دي بتبقى موجودة مع طرق جانبية على اليسار أو على اليمين لا تتوفر على حق الأسباقية تقاطع لنا فيه الأسباقية على العربيات القادمة من اليسار أو من طرق أقل أهمية اللي هي استراضة سيكوندرية أو استراضة منه أمبرطانتي نشوف بعد جدا سؤال آخر السينيالوفيجوراتوسيبوتروفاري بريمدي أم بونت هنا الإشارة تتواجد الإشارة الممثلة قربة أو قبلة كنترة أو كبري الإشارة دي بتتواجد بريمدي البونت بقبل كنترة أو كبري طبعا الإجابة هتبقى فيرو لأن هنا علامة 6 طن البيزو اللي هي بتقولي ترانزيتو فيتاتو الفيكلو آفانتي قونا مسا سوبريور ستة تورنلات بتمنع عبور العربيات التقيلة اللي بتتجاوز الكتلة بتاعتها 7 طن أثناء العبور فقط وبتسمح بمرور العربيات اللي هي أقل من الكتلة اللي هي 7 طن يبقى الإجابة بتاعتنا هتبقى فيرو موجودة قبل الكبر أو البونت بعد كده من الاسترادة إكستورباني السينيال رفجراتو إيبوست دي النورم تشينتو تشيكوانتا متري دي الأدفرسامينتو دي الأدفرسامينتو هنا الإشارة بتقولي السؤال بيقولي خارج المناطق توجد الإشارة الممثلة عادة على بعد 150 متر من معابر الراجلين طبعا الإجابة هتبقى فيرو جميع إشارات سينيال دي بريكلو موجودة قبل الخطر بمسافة 150 متر تشينتو تشيكوانتا متري تشيكوانا أدفرسامينتو بدونالي ريرين تاري بزوني تخفف السرعة فير مارسي سي أريفانو البدون وتوقف لما يكون في المشاه معاديين السؤال بعد كده كواندو فا سونو بمبيني فيرمو اللي سمفرو بزون يتنيري بريزينت كي بوصنو أدفرساري لاستراضة صولو سي كومباجنتي دلقونا دودوتا هنا صولو عندي في السؤال هنا كلمة صولو برضا أخذ بالي منها كلمة صولو تسعة وتسعين في المية فالسو واحد في المية فيرو يبقى هنا السؤال بيقول لي عند توقف الأطفال عند توقف الأطفال عند إشارة المرور يجب ألا يجب ألا يغيب عنا أنهم لا يستطيعون عبور الشارع إلا إذا كانوا برفقة شخصي بالغ يعني أنت عند توقف الأطفال عند إشارة المرور أنت بتقول أن الأطفال مش ممكن تعد الطريق إلا إذا كانوا مع أمبرسونا أدولتو اللي هو الشخص البالغ طبعا الإجابة ديت هتبقى فالسو يمكن الأطفال عبور الطريق دون علم الآباء أو الكبار اللي هما مصحوب صاحبينهم معاهم عند عبور معابر الرجلين يجب على الساك إن هو ما يعتقدش إن هما هيعدهم الخطوط بمعهم واحد كبير في السن طبعا الإجابة هتبقى فالسو لأن ممكن من الأطفال أن يعدي دون علم الكبار لذلك يجب علي فاري مولتا التنسيوني يجب توخي الحذر والتوقف ودايما نعطي للأطفال أو الجماعة المسنين أو المعاقين الأولوية عند عبور يبقى ثمانية وثلاثين هتبقى فالسو سؤال رقم تسعة وثلاثين السؤال ده برضو مهم تتوفر العرب بمحرك على أربع إطارات على الأقل بما فيهم الدراجة النارية ربعية العجلات طبعا الإجابة هتبقى فالسو لأن هنا كل العربيات كل توتل فيكلو مطوري كون كواترو بيوروتا اللي هي أربع عجلات أو أكتر من أربع عجلات بما فيهم الكواترو تشيكلي مطوري طبعا هنا الإجابة هتبقى فالسو لأن باستثناء كل العربيات اللي هي بأربع عجلات أو أكتر من أربع عجليات تعتبر عربة بمحرك مع عدى إسكولوزيفة مع عدى الدراجة النارية ربعية العجلات اللي هي كواترو تشيكلي الكواترو تشيكلي مش من ضمن العربيات اللي هي بربع عجلات يبقى كل العربيات عبارة عن عرب بمحرك باستثناء الكوادروتشيكلي هنا بيقول لكم بريزو الكوادروتشيكلي اقوله فالسو لان الكوادروتشيكلي مستثنى منهم اخر سؤال ما هي السؤال الاربعين السينيال رفجرات برونوتشا ان كونفلوينسا سي لا ديسترا اي سي سينسترا سي ديسترا اي كي سينسترا يعني هنا بيقولي الاشارة الممثلة تعلم عن مدخل الطريق على اليمين او على اليسار مدخل كونفلوينسا طبعا هنا الاشارة لاتها جماعة مش كونفلوينسا دي مش شكل كونفلوينسا دي عبارة عن تقاطع مع طريقين اتنين اقل اهمية تبقى الاجابة فالسو هنا عندي انترسسيون تقاطع تي على شكل حرف تي هوت كون ديريتو دي بريشدينسا ديسترا او سينسترا تقاطع على شكل تي مع طريق اقل اهمية او طريق صغير من على اليمين او من على اليسار كده يبقى أنا خلصت مراجعة بتاعت النهاردة من الباب الأول إلى الباب الرابع على جزئين اتنين شكراً لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة وحتى ألقاكم في سلسلة أخرى من دروس الرخص الإيطالية من الألف إلى الياء لكم مني خالص المونة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته